اللهم يا من تحل بذكره عقد النوائل والشدائد اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد يا حي يا قيوم يا صمد أنت في الملكوت واحد اللهم أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد أنت المعز لمن أطاع وأنت المزل لكل جاحد اللهم أنت الميسر والمسبب والمساهد والمفرج والمساعد اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه يا من له حصن العوائد ما زال الحزن يخيم على الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب إعلان وفاة الدعاية الدكتورة عبل الكحلاوي وفاتها عن عمره يناهز لـ 72 عاما في فور إعلان وفاة الدعاية الإسلامية اتشعت وسائل التواصل بالسواد وده كان حزنا على الدكتورة عبل الكحلاوي وادعها الجميع بالدعوات وادعوها بالدعوات الخيرة وذلك حبا لهذه السيدة التي لم يختلف عليها إثنين علشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة هنشوف حلقتنا مالة تعرفه عن حياة الدكتورة عبل الكحلاوي الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن علاقتها ببناتها أم بدرجة صديقة الدكتورة عبل الكحلاوي ليها ثلاث بنات فبعد استشهاد زوجها كان رأسة الدكتورة عبل حياتها في تربيت بناتها حياتها كانت لمساعدة بناتها في البلوغ لأعلى المراتب العلمية ودي طبعا كانت أمنية زوجها ادرت بالإرادة وبالإيمان بالله إن هي تربي بناتها نجلتها الكبرى الدكتورة مروى أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر والمحاسبة رودينة والتي حصلت بعد دراستها في كلية التجارة على دبلوم في معهد الدراسات الإسلامية في الشريعة بتعد نفسها دلوقتي لتكون دهعية إسلامية ليس في مصر فقط بل في الدولة التي ترافق فيها زوجها لأن زوجها بيعمل في السلك الدبلوماسي أما الإبنة التالتة الدكتورة هبطوا الله تخرجت من كلية الصيدلة وعن علاقة الدكتورة عبلة الكحلاوي ببناتها صراحت بيها في أكتر من لقاءة في المقابلات التلفزيونية قالت إن علاقتها ببناتها كانت تعتمد على الصداقة حيث أشارت أنه لابد أن تصاحب الأمة أولادها وخصوصا بناتها ومن هنا كانت علاقة الدكتورة عبلة الكحلاوي ببناتها علاقة صداقة علاقة ارتباط قوي وليس علاقة أموما فقط والد كمان إن ابنتها الكبرى مروة شركتها في كل المسئولية خصوصا بعد وفاة والدها فكانت بمثابة الأخت والصديقة لها الظهور بالسوب الأبيض كان أحد العلامات اللي بتميز الدكتورة عبلة الكحلاوي استرحت الدكتورة عبلة الكحلاوي على حرصها على الظهور باللون الأبيض على مدى حياتها بأن ده اقتداب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كما أضافت الدكتورة عبلة من خلال ظهورها ببرنامج ابن مصر وده على فضائية المحور قالت في حديث عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام خير سيابكم البياض فالبسوها أحيائكم وكفنوها موتاكم الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدكتورة عبلة كملت حديثها وقالت قالت أن هي كانت بترتدي الألوان الأخرى قبل وفاة زوجها إلى أنه بعد الوفاة شعرت بهزة نفسية كبيرة الهزة دي تسببت لها في ألم ووجع شديد حتى رأت رؤية في المنام بعدها قررت أنها لن تخلع الأبيض مرة أخرى ومعدنا فقرتنا دلوقتي نتكلم عن الشهيز زوج الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي تزوجت الدكتورة عبلة الكحلاوي في سن صغيرة تزوجت من اللواء مهندس محمد ياسين باسيوني أحد شهداء حرب أكتوبر والذي كان علامة مميزة فيها حيث كان من ضمن الخمسة مهندسين اللي سفروا لألمانيا لإحضار المواسير اللازمة لتفجير خط برليف ساهم في تدمير خط برليف ساهم في تحقيق نصر أكتوبر العظيم كانت تشيد بيه الدكتورة عبلة الكحلاوي تشيد بأخلاقه الرفيعة مؤكدا أنه كان عصامي وحنون وكان هدية من ربنا ليها ساعدها أن هي تكمل دراستها ساعدها أنها تحصل على الماجستير والدكتوراه لم يشعر في يوم من الأيام بالغيرة من نجاح الدكتورة عبلة الكحلاوي على العكس تماما الدكتورة عبلة الكحلاوي صرحت وقالت كنت بشعر أن أنا بعيش معاه في الجنة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى كان رجلا حنونا كريما عطوفا على كل خلق الله وليس على أسرتي فقط فالكرم اللي ربنا الدهوني ده بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل وعمري قدامه ما يعني أشعرت نفسي حتى بمجرد السعادة بأن أنا في الوقت ده طبعا كانوا قلة جدا المتخصصين في هذا المجال أو نقول كنت التانية أو التالتة في هذا المجال أتقدر فما حسيتش في يوم أنه لا غيران زي ما بنشوف دلوقتي ولا زعلان وكان كل لحظة بقى كرم فيها كأنه هو اللي بيتكرم الدكتورة عبلا الكحلاوي قال عنها الداعية مبروكة عطية أن هي أتاها الله صدقا وصل لقلوب الكثيرين ممن أحبوها وصرح كمان من خلال لقاه ببرنامج السكايب بحلقة يوم الأربع أن الدكتورة عبلا كانت متفوقة عليه متفوقة عليه بهدوءها وبنبرتها واصفا إياها بأنها كانت واسعة الصدر واسعة الصدر هي تخاطب بنات المسلمين والإنسانية عمتا وأضاف حديثه عنها أن هي أسست جماليات خيرية وعلى وقت ما عدنا فقدنا هنتكلم عن قوية الدكتورة عبلا للسيدة نفيسة الدكتورة عبلا لها فيديو شهير بتحكي فيها عن قصتها مع بداية توجهها للدعوة الإسلامية وحفظ الكرآن الكريم حيث كانت رحمها الله محفوظة بالبركات ومدفوعة بأمر الله سبحانه وتعالى شافت في منامها السيدة نفيسة بتقعدها جنبه وتديها مصحف على جان تقرى الكرآن الدكتورة عبلا خافت تقرى خافت تغلط في التشكيل لكنها طلبت منها القراءة فبدأت ترى الكرآن الكريم تجويدا وتفسيرا بدون ما تعرف ازاي هي عملت كده مش بس كده دي أعطتها كمان عشر كتب ولما حكت الرؤية دي للفنان محمد الكحلاوي والدها أخبرها أن هي ستحمل لواء الدعوة من ناحية أخرى بقى هنتكلم في فقرتنا دلوقتي على أول أيام دار البقيات الصالحات بدون دكتورة عبلا الكحلاوي حزن شديد حزن طاغ على نصية إحدى الشوارع الهادئة بمنطقة المقطم وده في شارع محاط بزلال الأشجار الضخمة الأجواء تشير إلى أن هناك شخص عزيز رحل عن عالمنا فور الدخول إلى دار البقيات الصالحات تجد اللون الأسود يغلب على ملابس النساء والأطفال لا يمارسون عددهم في اللعب والمرح ويغلب عليهم طبع السكون أما الحوائط فيكاد يسمع لها آنين من كسرة الحزن من وصية دكتورة عبلا الكحلاوي أن لا تغلق الدار بعد وفاتها ولذلك حرست وستحرص الأسرة على تنفيذ هذه الوصية من ناحية أخرى أعلنت الإعلامية دعاية فارو عبر حسبها على الإنستجرام تبرعها بمبلغ مالي ضخم وذلك الجماعية البقيات الصالحات واللي أسستهن الدكتورة عبلا الكحلاوي ومن هنا بقى تعرضت دعاية الهجوم شديد جدا من الجمهور أولا بسبب الإفساح أن تبرعها ويجب أن يكون في الخفاء وجاء عليها كمان هجوم تاني وده بسبب ارتداءها ملابس ملونة من وقت وفاة الدعاية عبلا الكحلاوي أما أرد دعاية على الهجوم أن دكتورة عبلا عمرها ما لبست أسود حتى في العزة هو الأسود دنازل في أنهي صفحة في كتاب ربنا ده كان كلام دعاء ردت كمان وقالت اللهم ارحم واخفر للدكتورة الفاضلة أمنا كلنا عبلا الكحلاوي أرجوكم عيب المزايدة على الناس عيب كده والله أنا نزلت على صفحتي في الفيسبوك ناعي ليها وده بعد وفاتها بدقائق ونزلت بعدها شير شير فيها دعوة للناس الدعوة دي للتصدق على روحها في الباقيات الصالحات ده أمر مفروغ منه لكنه ليس للشو ونعينا الدكتورة مع فضيلة الشيخ أبو بكر في برنامجي مش مطالبة أن أنا أثبت لحد أي حاجة ولا ربنا قال أننا لازم نترحم على الدكتورة على صفحة الانستجرام بالتحديد عيب كده والله كده توحش مع الناس ومحاولات لتركيب أي حد أي زنب وخلاص كملت كلامها وقالت أصحاب البرندات حاجزين الصفحة لشغلهم ومن حقهم شغلهم ينزل عادي الدنيا بتستمر بالرغم من الأحزان رحم الله الدكتورة عبلة وأسكنها فسيحة جناتي ده كان رد دعاية على الهجوم معليها إيه رأيكم في موقف دعاية؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وهنفتم دلوقتي حلقتنا النهاردة بدعاية مؤثر للدكتورة عبلة الكحلاوي والكل اللي وصل معايا لآخر الفيديو أتمنى أنهم يدعوا للدكتورة عبلة الكحلاوي بحسن المغفرة والرحمة وأن يسكنها الله فسيحة جناته وأن ينزلها منزل الصديقين والشهداء يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرين اللهم اغفر الزنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر الزنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر الزنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر الزنوب التي تنزل البلاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ارحم من رأس ماله الرجاء يا نور المستوحشين في الظلم يا نور المستوحشين في الظلم اللهم إني أعود بك من نفس لا تشبع وأعود بك من عين لا تدمع وأعود بك من قلب لا يخشع وأعود بك من دعوة لا يستجاب لها اللهم أمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا